موسيقى الله معكم أخوتي أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج حكاية الديس نبدأ حلقتنا مثل كل مرة طبعا ببركة ربنا يسوع المسيح على اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين بركة ربنا وإلهنا وسيدنا يسوع المسيح تكون مع كل واحد منكم مع كل إنسان عاب يشاهدنا مع كل إنسان طلب مننا الصلاة لأجل مرض أو سفر لأجل أي مشاكل عائلية لأجل حزن أو مشاق بالعمل منصلي ومنطلب اليوم شفاعة جميع الديسين وأيضا ربنا يسوع المسيح يبارك حياتكم جميعا وما كنتوا عاب تشوفونا خاصة اللي عاب تصلوا فينا من أمريكا بنشكر الرب على حضوره معكم كمان هناك وعاب توصلنا أخبار حلوة عن شفاقات عن كمان الرجوع إلى الكنيسة من بعد ما عاب تنتشر القاف بين المسيحيين هناك من شهود يهوى من معلمين كذبة وهلأ اليوم رح نحكي حول كمان المخاطر اللي شهدتها الكنيسة واللي كان دائما المدافع عنا هو القدسين رجال الله اللي هن دائما كانوا الصف الأمامة بوجه كل هرتقاء بوجه كل فتنة بوجه كل أي مشكل عاب يصيب أخوتنا المؤمنين وخاصة الكنيسة اللي حميها دائما ربنا يسوع المسيح اليوم نحنا أخوتي طالما عم نحكي عن الكنيسين ونحنا بلبنان ومين بلبنان يعني إذا بنا نحكي هيك عن الكنيسين والطايفة الأكبر بلبنان هي الطايفة المارونية نكون عم نحكي عن بي الموارنة عن القدس مار مارون اليوم إن شاء الله شفاعته بتكون معكم جميعا بيشوفكم بعين الرضا بيشوف أبنائه المسيحيين جميعا أبنائه اللبنانيين السوريين الإنتقيين جميعا بعين الرضا وخاصة أنه في كتير اليوم خطايا عبتسير وأغلاط عبتسير وخاصة أن نحنا بشر مش مش معصومين عن الغلط فمنصلي لمر مارون حتى يبارك لبنان يبارك شعبه يبارك انطاقيا كله يبارك سوريا يبارك من أجل اليوم الحرب اللي بسوريا اللي بالعراق الاحتلال العسماني التركي اللي أضى على كل المناطق اللي حبها مار مارون واللي نحنا منوسق أنه عين مار مارون مش رح تنان أبدا عن الظلم اللي واقع علينا ودايما الرب بيخل الشعبه بيرسل أنبياءه بيرسل قدسيه لحتى يساعدونا على تخطي كل المحن اللي نحنا عايشين فيها اليوم كمان منعيد كل إنسان اسمه مارون وكل الطائفة المارونية اليوم تفرح بعيد شفيعة والقصة إلى كتير كتير تفرعات مار مارون ما بينعرف مش معروف لكتير عنه لا بل قيل ويقال ويكتب وبالتاريخ هنالك صدقه كذا إنسان مار مارون يعني في عدة مار مارون صدقه في مار مارون الأول بعدين في يحنى مارون بعدين في البطارك اللي إجوا على تسمية مارون يعني أختي كتير قليل اللي بنعرفه عن مار مارون الأساسي اللي هو سمي على اسمه الموارنة والبعض بينسبه بيقوله بيشدد على إنه لأ نصب هيدا الاسم أوكي على اسم مارون الأول اللي ممنع عرفه إنما الفضل يعود إلى يحنى مارون البطارك الأول طيب هالمعضري كله ياته صدق أحبائي بعد لحديد هلأ فيه أبحاث وفيه يعني أبحاث مضادة وأبحاث بتعتبر إنه مار مارون هو مار مارون الأساسي اللي بالقرن الرابع ناس تقول لا القرن الخامس لا القرن السادس يعني صار في كتير حكي عن هالموضوع نحن اليوم رح نحكي عن مار مارون عن يوحنى مارون عن مار يعقوب كمان رفيقون عن تيودورس أيضا عن يوحنى ذهبي الفم اللي هو عاصر مار مارون ويبدو كان في رسائل بيناتهم وكان فيه أبحاث بتقول إنه كانوا أصدقاء بالمدرسة بالدراسة طبعا رح يكون لنا حلقات عن يوحنى ذهبي الفم وكل الأدسين اليوم عم نحكي عن مار مارون والأمر الجميل لما تشوفوا بقلب القصة لو كانت إذا بدكن هلقد مزبوطة أو يعني بقول أنا إنه مار مارون ومار يوحنى فم الزهب إنه كانوا رفقة مع بعضهم ممكن يجي بحثتان يقول لأ هنتعرفوا على بعضهم بعدان وصار فيه رسائل على أساس إنه اثنيناتهم كانوا كهنة وتعرفوا على بعضهم وعاشوا نفس حالة التقشف طيب يعني أنت ببحثك ممكن أن تروح فيه إنه مارون ويوحنى فم الزهب كانوا أصدقاء مع بعضهم من يوم الدراسة أو عن جديد من بعد ما صاروا نساك وأنا ممكن أقول لك أنه لا ربيوا مع بعضهم بس هل هاي بتنقص شي من مار يوحنى أو من مار مارون لا ما بتنقص بالعكس منعيش نحن بسعادة وبيفرح لما نشوف القديسين أصدقاء مع بعضهم لش قديش فرحنا نحنا لما عرفنا أنه مار شربل وحرديني كانوا أصدقاء وكانوا معلم وتلميذ قديش هيك حسينا بسعادة قديش منحس بسعادة لما نشوف بادريبيو ويوحنى بولو ستاني كانوا أصدقاء ما في أروع صدقوني بس أقرأ هالقصص هاي قلبي بيرقص فرح لما شوف أنا رسالة بين يوحنى بولو ستاني وبين بادريبيو قلبي بيرقص فرح لما شوف بين يوحنى ذهبي الفم وبين مار مارون في رسائل من أروع من أحساس تحسوني ما تشوفوا هيدا الأمر مربوط رسو بولو ستاني وعلاقاتهم عبتحكوا عن رسل حبينيون عبتحكوا عن عن ناس كانوا قدوي لقلنا بحياة المسيحية ويمكن بكرة أنتوا كمان بتصيروا قدسين وبتكونوا بتعرفوا قدسين وبينحكى كمان إن شاء الله عنكن بركة مار مارون تكون معكن دائما شوفوا أخوتي عم نحكي اليوم عن مار مارون سخرة سخرة حجرة أساس يعني عمود من أعمدة الرهبنة مش على صعيد بس لبنان والشرق على صعيد العالم مثل ما فيه مارمطانيوس عميد الرهبان بي الرهبان كمان فيه مار مارون يعني مار مارون اللي مشي على خطة مارمطانيوس مارمطانيوس كمان إن كان فيه رهبان كمان قبله بقلب السحرة أو بقلب يعني أنا ما بقول سحرة لأنه يوم عم نشوف سحرة أنه كلها رمل ما فيه منقول البرية يعني منفوت على البرية الداخلية وأنا بيتهيأ لأنه وقته كان طبعا مزروعة شجر أكتر إنما يدقى الإنسان اللي عطول بتزرع كمان في أيدي بتجي بتقبع مار مارون صخرة مار مارون من مؤسسيه كمان الرهبانات بالعالم اسمه زائع الصيت بكل البشرية وهو كمان من الناس اللي تنسكوا اللي حرب الشيطان اللي طرد الشيطان اللي يصدقوا يا أخوتي كان وقتلي يشوف الشيطان يلمح بس خيالوا لمر مار مارون ما حقلكم كيف كان يهرب هيدا الإنسان الصامد مثل الرمح الواقف بوجه البرد بوجه الريح بوجه الشمس القاتلة هيدا هو مار مارون اللي كان في فوق راسه بزغطاء واحد هو الشمس هو السماء هي هو الأمر بالله بالنهار الشمس فوق راسه بالله لقى الأمر التلج الشتي ما كان يقعد بورق كان عايش بالبرية إلنا وفوق راسه بس في السماء غطاءه السماء فعلا متل ما عابد شوفه بالصورة هيدا هون كان يقعد هون كان ينام هون كان يعيش هيدا هي أحيانا إذا ترجوه منبوس إيدك شوية فوت بس حتى تعزور أنت يروح يبارك لأحدى الرهبانات مثلا عادتهم بمغارة أو طيامنا فيه أو بقلب منسك معينة كان يروح يزورون يرجع يطلع قال بيقولوا بيخبروا عن مرمرون لما كان هل قد تفيد فيه أنه يحملوه حمل من بره أنه صديقه يعقوب بتاعه يخي يقعد شوية بس بدنا نحكي نحن وياك كانوا يحملوه حمل بالقوة طيق أعدوان هونيك كم غصة نعملوه أنه هيك تحت يقعد تحتهم أنه تصور أنه هون مثلا شو حيمنعوا الشيطة أنه ينزل كيف حيمنعوا الشيطة كيف حيمنعوا التلش كيف حيمنعوا البرد شو هالإنسان شو هالإديس اللي كان صخرة عب تضرب عليها موج الخطيه وترجع متكسرة ترجع على الأراضي ترجع متبررة هيدا الإنسان اللي ما بنعرف عنه نحنا الكتير مرمرون بكل المراجع اللي جبته وبكل القصص اللي قريتها وبكل الأسادز اللي عملوا البحوث ما بيقدروا يعطوا لمرمرون حقه ما قدروا يعطوا حقه وبيقولوا نحنا لسنا نملك سوى القليل النظر القليل من المعلومات حول حياة هذا الراهب العظيم وعن نشأته وحده المؤرخ الكبير تودور ياطوس أسكف كروش بالقرن الخامس أعطانا بعض التفاصيل عن سيرة حياة الراهب مرون ما حدا كان عنده خبر بقصته يعني شوفه للقرن الخامس يعني بعد سنين وسنين من وجود مرمرون اللي وضعه الكتاب سنة 440 ميلاديا ويدعى أيضا تاريخ أحباء الله إلا أنه لم يذكر تاريخ مولده ولا تاريخ وفاته مكتفيا بالقول عنه أنه ولد بالقرن الرابع يعني منعك أنه مرمرون ولد بالقرن الرابع وأنه كفر بنفسه على مثال الكثيرين من الرهبان وهجر إلى العالم شمال سوريا أنا ذاك مرمرون الأرامي السوري وعلى فكرة الكل بيتفقوا على شغلة وحدة أنه مرمرون لم تطأ قدمه لبنان ما أجع على لبنان مرمرون ما أجع على لبنان أكيد بلده الأساسي أنطاقيا وشو بدنا أحلم نقول أنه بلده الأساسي أنطاقيا وهي أنطاقيا أخوتي أول ما حق بتعرفوا أنتوا بفتكر أول مرة دعية المسيحيين مسيحيين دعية تلميذ الرب مسيحيين أول مرة نقال للمسيحي أنت مسيحي هو بأنطاقيا هيدا بأول مرة ناسك اديس انطلق من قريته هيدا الإنسان اللي يعني ما خلى إذا بدكن من زمان جل يعتب عليه ما خلى محل ما راح عليه ومشي وسير على الأقدام ضمن المنطقة الحدودية اللي منعرفها بين سوريا ولبنان وتركيا الحالية اللي كان كلياتها بلد واحد كانت انطاقيا إنما نحن هون بلبنان ما دخل مار مارون دخلوا أتباع مار مارون مش أتباع يعني شعب دخل حامل شعب وإجوا لموارنة على لبنان وقعدوا واستوطنوا جبل لبنان لا لا الفكرة غلط كلية ما أجه شعب مارونة على لبنان ما أجه شعب سريانة على لبنان الشعب اللي كان عايش بلبنان واللي كان عايش بسوريا هيدا هو الشعب هو ذاته السريانة اللي صار مارونة هو الشعب هو ذاته يعني هيدا الشعب اللي موجود هو ذاته تمسحا وتمورا وأصبح مارونة مش إنه فل شعب وقشة شعب أو هون المنطقة يابا كانت فاضية ومشوا يا شباب نزلوا ونزلوا على لبنان وقعدوا لا مش صحيح هيدا المنطقة بأمة وأبوها بشعب اللي كان قاعد فيها بجبالة الوسانية كل ياتا بأسماء جبالة السريانية واللي تسمت كمان سريانية على إيد الرهبان الموارنة نعم إجوا الرهبان الموارنة أتباع مار مارون يعني الرهبان اللي عبدور على محل يقعدوا فيه اللي عبدوا يعملوا أرسليات هون هن اللي إجوا حاملين يسوع بقلبهم وإجوا على مناطق جبل لبنان على المناطق الجردية صاروا يصلوا أجا يوحنا مارون البترك الأول وقعدوا وصاروا يساعدوا الناس بزراعتها بالإدوية بالأمراض طبع أولادها وكانوا كلهم وسانيين هنا كانوا عايشين عيشة وسانية فشو كان يعملوا موارنة كانوا يجوا من بعد ما يدرسوا الناس وعلمون على الإنجيل وعرفون عربنا يسوع المسيح وين في معبد وسنة وين موجود معبد وسنة ما يخلوهم أبدا لا يهدوا ولا يعملوا في شي يتحول إلى كنيسة شوفوا كيف لما الإنسان منكم يكون منه مسيحي ما بدي يقول أنا أعبيوا لجمع أولادكم عبتعمدون طب قبل ما يكون في أولاد لما بلشت البشرة والرسالة بالناس الكبار كيف صارت القصة طبعا صار يتم التعميد لما صار يعمدوا البشر شوفوا شو عملوا من أروع ما يكون الموارنة شو عملوا بلبناني أخوتي واللي قلوا انفضل الرهبان الموارنة اللي قلوا انفضل رائع جدا على الشرق كله شو عملوا ما عمدوا بس البشر كان يجيبوا عائلة يعمدوها مثل ما هي يعمدوا الأم يعمدوا الباي شو عملوا عمدوا المعبد الوسنة وعملوه مسيحي المعبد لحجار بدل ما يهدوا ارتقوا الرهبان الموارنة يا أخي نحن ما عم نجي نجيب الإنسان نضربه نهده أو نخلقه عن جديد بعدين نعمده لا مثل ما عم نعمده لقلو نحن كمان منعمد المعبد الوسنة ومنحوله لتنيسة البناء هو ذاته البناء هو ذاته بينتقل من شيء إلى شيء حتى البناء هو ذاته بيخلق عن جديد ويتحول ويصبح كنيسة يتعمد فيها الناس ومنقدس ومنصلي طبعا بعد ما يكسروا الأوسان وبعد ما يرموها برا وتصير فقط أثار أثارات وهيك عمل مرمرون بعهد أباطرة بعهد ناس كانوا مستقتلين حول الأوسان بيعبدوا الأوسان بشكل رهيب طلع شاب أبا ضاي أبا ضاي مش بس الأبا ضاي بالعضلات أبا ضاي بقوة إيمانه أبا ضاي بمعرفته لربنا يسوع المسيح بتلمزته بإنطاقة على إيدان الدسين أباء الدسين بكفروا بقلب بالمال وبالجاه وبالجمال نحن من ربي دقا بحطها الألوس على راسه وبيلبس تياب مخزقة وبيطلع ربي أنا لك كان يسمع الوعزة يشوف هو الوعزة شاف هو يوحنى يا أخوتي أنه هيدا موجهة لأقلهم شخصيا كل واحد اختار حياة وراح بميلي يوحنى مارون اللي صار بترك بعدين اختار نفس الحياة يوحنى فهم زهب اختار نفس الحياة ويبدو أنه كان مار مارون هو اللي كان أكبر سنا لأنه كانوا يعتبروا أنه هن تلاميذ أو أصدقاء تلاميذ يعني متل ما منقدر نفهمه من هلأ يسمعوا وعزاته يشوفوا تعاليمه يطلعوا لعنده يقعدوا معه وصار في رسيل كمان بيناتهم ولد بالقرن الرابع مات وانتقل إلى رب في أوائل القرن الخامس عاش كتير يعتبر مار مارون من القديسين اللي عاشوا فترة زمنية طويلة مثل مار أنتونيوس طبعا والبعض بقول عاش تسعين سنة البعض بقول ميت سنة إنما المؤكد هو أنه مش تحت التمانين سنة عاش صار شيخ صار شيخ جليل شيخ كبير قديس رائع مشان هيك بتشوفوا أنه يوحنا مارون يوحنا فام الزهب وكل القديسين هول اللي بهيدي للفترة نشأوا وترعرعوا كان هو وعزن أو كانوا أصدقاء لقاله أخوته ببيئة الإيمان ولد في شمال سوريا في مدينة كفرنابو بقورش بعد بقول أربعمائة وخمسة أربعمائة وثلاثة وعشرين والحل الوسط اللي الدراسي بتقول كمان أربعمائة وعشرة إلا نحنا مش مهمها التاريخ كتير قد مهم شخصية مارون بحد ذاته هو أنطاقي طبعا مارون اسم على مسمى يعود إلى أصل كنعاني فينيقي سرياني ومعناه الرجل الكبير معناه كلمة مارون الرجل الكبير السيد شوفوا شو حلوه اللقب اللي أخذوا هيدا الإنسان الرائع الزائع السيد المؤمن كبير هو هذا الكاهن الناسك الذي شمخ شموخ الأرز فأسس الطائفة المارونية وبات أبيها الروحي بشوف أخوتي ما كان أصده أكيد مارون أنه يعمل طايفة وتصير طايفة يعني أنه شعب يلحق أولئك كان متواضع أكتر من هذه وما كان أبدا ببيله يصير رأس هذه الطائفة أكيد لا أصده مار مارون يرجع يبس التشجيع الروحي الإنعاش الروحي بقلب صدر المؤمنين اللي كانوا خايفين من اضطهادات من مجتمع وسني إجا قال لهم ربنا يسوع المسيح هو السخرة اللي حاميتكن هيدا اللي بتكن تتكلوا عليه يا أخوتي قد منبسطوا منه الشعب قد ما صاروا يطلعوا اليوم نحنا مثلا نتسمى على الأسم قائد يعني اليوم في قائد طالع شهير بيصير أقول لك أنه أنت تابع لهايدا القائد فمارون اللي كان يطلعوا يسمعوا وعظاته وليسمعوا تعاليمه كان لما ينزل هوان كانت أنا كنت عند المارون الرجل الكبير السيد أنا تابع لأله يعني بهالمعنى صار في شيء اسمه موارني وصار في شيء اسمه شعب مارون بس أبدا ما كان مستقصد هو أنه يعمل شيء جديد كان هو عبي عبيعمل بس التعليم المسيحي عبي يوعز الناس باسم ربنا يسوع المسيح ببشر بربنا يسوع المسيح مشان هيك بعدين الله كافأه وأحلى مكافأة كانت لأله أنه يصير في كنيس على اسمه يعني هالقد الله كان بيحبه وأعطاه المكافأة وهلأ شوفه منقرأ ما قطعه من الرسالة شوفه شو شو بيستحقك الإنسان عاش مثل مار مارون اعتزل الناسك وعاش في الجبل عاش الإنجيل وحياة النسقية فريدة تقشف في العراء طبيعه الكثير من الناس وانجذبوا إلى تعليمه وبطريقة عيشه الفقيرة وهو من قاض حياته وحياة من تبعه بالصلاة والصوم وحب الله وقال يقضي الساعات للسجود وتلاوة المزانير يوم نحن قداش فينا نقعد نحن وعم نصلي بس حتى نصلي قداش فينا من روحية مارون هيدا السخرة ساعات بالعمل اليدوي والزراعة وعمال شاقة وكل الناس كانت تحب عيضاته كانت تحبت كلامه وتعزياته قداش نحن اليوم عم ناخد من روحية مارون اللي أحبه الله وعطاه نعمة الشفاء فكان يشفئ الكثير من الناس وكانت الحمى تخاف منه فمن أتى إليه وفيه حمى عاد صحيحا مشيط وغير مريض وكان يطرد الشياطين كان يجيوا عنده المرضى كان يجيوا عنده الملبسين بشياطين بروح شريرة قلت لكم أنا كان بس يوصلوا لعند مارون قبل ما يوصل يشوف الشيطان بس التوب تبع مارون كان يهرب ما يكمل يفوت الزلم لحاله يحس حاله أنه أنا جاي بين الشيء يوصل قدام مارون قبل ما مارون يقل له شباك كان هداك يركع مش عارف شبه مش عارف تتوصل اللي هون لأنه الشيطان كان يتركه ويروح فكيف إذا تكلم مارون ما في إنسان كان عليه حمى يقوله يطلع مشلول مريض أو شيء الله أعطاه نعمة الشفاء وكان يقفه طوابير ما في إنسان حط إيده عليه مار مارون ورجع كمكان لا رجع إنسان جديد ما بيرجع مثل مكان بيرجع إنسان جديد اللي بيرجع بيبرم بيرجع ع بيته ما بيرجع هو ذاته بيرجع واحد تاني هيدا هو مار مارون وهيدا هي الكنيسة المارونية وهول هن المؤمنين يوم نحن قداش عم نعيش مارونيتنا على هوية بس أنا ماروني هيدا السؤال الكبير اللي اليوم بدنا نسأله الله أحب مارون إلى درجة كبيرة جدا إلى درجة مار أنطونيوس كمان بيء الرهبان بدنا نسمع ترتيلة وأرجع لكم عن كم حادثة صارت لحياة مار مارون يمكن ساعاتها ترجعوا تتقوّو ترجعوا لمسيحيتكم لمارونيتكم المزبوطة وتشوفوا شو معنات أنت ماروني مستعب كتير إنه شوف أنا اليوم أنا ماروني وعب أتصرف بهالطريقة ومار مارون اللي هو مفروض شفيع الطايفة عب أتصرف بطريقة تانية نتوقف مع كرفير صغير ومنكفي معكم صلولو صلولو بجبة نورو غلوو صلولو صلولو بجبة نورو غلوو صلولا باير رهبان مارون اللي كان بالنسك آه سكران وللرب مهج من الحب والجهد بيوصل للمجن مش يوهد لامي زنو وعاشق نوزو فقره أغره زهده صبره تبشر بالنجي صلولو صلولو بجبة نورو غلوو صلولو صلولو بجبة نورو غلوو ومشيوه أتباعوا أجيال وما باعوا طراغوا بالدبر ومشيوه أتباعوا أجيال وما باعوا طراغوا بالدبر لا حري ولا استقلال ولا رب بعو بالمال صلولوا صلوا بجبة نور وغلوا صلوا تجبة مارون بشعبه تزيد الإيمان صلوا تجبة مارون بشعبه تزيد الإيمان تيصير بي الله مجنون صلولوا صلوا بجبة نور وغلوا صلولوا صلوا بجبة نور وغلوا صلوا بجبة نور وغلوا مارون اللي كان من نسك آسكران صلوا بجبة نور وغلوا ما اليوم مع حكاية إديس والقديس مارون بدي كامل أخوتي بس رح رألكم من تيموتاوس تحت تشوفوا تيموتاوس الأولى تحت تشوفوا بس كيف مار مارون كان عايش وكيف كان يحب رسائل كمان القديس بولوس الرسول شوف شو بيقول الإديس بولوس بيقول أناشدك أمام الله والمسيح الذي سيدين الأحياء والأمواد عند ظهوره ومجيء ملكوته أن تبشر بكلام الله وتلح في إعلانه بوقته أو بغير وقته تبشر بكلام الله بوقته أو من غير وقته بأي وقت في تبشير بأي لحظة في تبشير شو ما كان بوقت مناسب أو مش مناسب هيك فيما مار مارون هيك هي الصلاة أصلا والتبشير وأن توبخ وتنظر وتعز صابراً كل الصبر في التعليم فسيجيء وقت لا يحتمل فيه الناس التعليم الصحيح وهيك صار مع مار مارون وقت الهرطقات بل يتبعون أهواءهم ويتخذون معلمين يكلمونهم بما يطرب آذانهم منصرفين عن سماع الحق إلى سماع الخرافات فكن أنت متيقذاً في كل الأحوال واشترك في الآلام وعمل عمل المبشر وقم بخدمتك خير قيام أما أنا فثبيحة يراق دمها وساعة رحيل اقتربت لقد جاهدت الجهاد الحسن وأتممت شوطي وحفظت على الإيمان والآن ينتظرني إكليل البر الذي سيكافئني به الرب الديان العادل في ذلك اليوم لا وحدي بل جميع الذين يشتاقون إلى ظهوره هذه مار مارون أخذ رسالة شخصية لقاله من مار بولوس واعتبر نفسه كمان تلميزه وقام بكل ما قال عنه مار بولوس تبشير بأي وقت صبح و لا بوقت مناسب أو مش مناسب كان أخوتي بدقلكم على حادثة صارت كمان مع مارون بأحد الأيام كان أجل عنده تلميزه الرهبان وللبعض منهم قلتلكم قاعد بمغير حده صار يترجوت حتى يفوت لعندهم هو يضل بالعراء قلنا لكم السقف طبعه هو السماء هو وقاعد عبي صلي صار في برد كتير الهواء شتت الدنيا بعد بتطلج بتطلج أكتر تلميز عبيتطلع عليه يا بينا يا أبينا ميرد قاعد عبيصلي صخرة على هالجبل رفع إيديه تخيله إنسان بهالطريقة هاي عبيصلي والتلج عبينزل بعد منكن أنا حقول شو حلو هيدا المنظر حلو كتير حلو كتير بس مش لما يصير التلج متر ومتر ونص وغمولة مار مارون خليني أخد اتصال وبرجع بقلكن شو صار ألو خير ألو ألو مثل خير مثل نور فضل ينعاد عليكم بالصحة إن شاء الله كل عيد مار مارون أنت بألف خير أنت بخير فضل الله يعطيكم القوة وإن شاء الله تسمت على اسمه مارونية لأنه هو كان إنسان لأنه بيمتسل فيه مثل أنه نحن كمان يسوع المسيح والإنسان اللي يمتسل فيه هي اللي نحن منقامل فيه بس أكيد هن الأديسيين يمكن أشخاص يساعدونا لنتقرب أكتر من المسيح لأنه هن أشخاص فعلا كانوا موجودين بياناتنا وعيشوا يمكن الأشياء اللي نحن منعيشها يعني نحن حتى اليوم عم نتعرض قوات كتير لمدايقات ولا يمكن يمكن ما بعث إذا فيها رتقات يعني ما فينا نقول يمكن هارتقات بس الإشياء المتطرفة اللي عم نعيش فيها هي فعلا بتنعادها رتقات وفعلا منحس إنه في شوية بعد عن الإيمان فإن شاء الله بهالليلة وبالنهار عيد مار مار مارون بصلي عنه كل المسيحية بالعالم كله بالشرق وبعيد الجميع وبصلي كمان بجفعة مار مارون إنه ربنا يبعث لنا رهبان ورهبات يكونوا فعلا ماشيين على الخطى مار مارون ويكونوا هن نور لضربنا نحن الأشخاص العاديين اللي عايشين بهالحياة شكرا لألكم إن عاد عليكم أمين إن عاد عليك أخوتي إذن كنا عم نقول اتصالاتكم طبعا مفتوحة حتى نسمع منيخد اتصال جديد ألو 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 تعال هوا ألو تسمعونا أوكي لكن نتمنى إنه من اللي اتصل كمان عياد مباركة وشفيع مار مارون يكون معه بدي أقول أخوتي إنه ما بعد ما مار مارون كان عبي صلي والثلج عبي ينزل عليه وصار الثلج يفوق المتر وبعده مار مارون هلأ البعض بيقول إنه كيف عبي فوق المتر زلمي عبي صلي والدني عبي تطلج ونهاك أي لما بدك تكون عبي تصلي أربع ساعات وخمس ساعات وست ساعات لحالة وأنت بتعرف كتير منيح أنت وطالع على فرية اليوم قداش هي علوة وقداش كان مار مارون قاعد بمحل عالي وبساعتين ثلاثة بتقول بيسكر الطريق وبصير متر وبصير متر مص كمان على وقت مار مارون العاصف اللي إجت فعلا بوقت صلاته هو وركعته اللي كان يركع على الليل ونهار وثلاث ساعات وأربع ساعات وخمس ساعات كان عبيش قاعد تلج بس المشكلة إنه كان عبيش قاعد هو عبي يصلي وعبي تعبي التلج حواليه لدرجة إنه تاريخيا يقال إنه بأحد الأيام كان يصلي وتلجة الدني وبقي واقف صلب من زحزح من محله لدرجة ركدوا الرهبان من المغاير وحملوا مار مارون وجرفوا عنه التلج حملوه جرفوا عنه التلج وما قبل أن يفوت جرفوا التلج وحطوا فوق التلج شفتوا؟ هيدا الإنسان السخرة جرفوا التلج وحطوا على التلج ما قبل أن يزيح ما قبل أن يروح هيدا هو الصامت في وجه الريح في وجه الشيطان هيدا هو مارمرون وينكن يموارني؟ ناخد اتصال معنا ألو؟ 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 تفضل؟ بدي حكي مع أبونا مريس ايه تفضل معك معك تسمعني بتسمعني بس من التليفون بس ما بدي حكيه لأقلو يلا أنا معك أنا مريس أنت أبونا مريس ايه تفضل مثل خير مثل نور كيفك؟ قدت الخير ألا يسلم التم على هالحاكي اللي عم تحكيه يا أبونا مريس الله يخليك نسلم مرسي كتير مين معي؟ مرسي له إلك ايه أنا بدي عايده بدي عايده لأبونا مريس بدي له عقبل مية سنة يا أبونا مريس الله يخليك إن شاء الله بنعايد عليك مية سنة أنا ريمون أشو عن مكفر شي ما عم تحكيه أهلا أهلا أخينا ريمون اشتغل انا وياه بالجامعة الامريكانية. الله يخليه خير يا ريمون حبيبي. سلملي عليك كتير. انا انا مريس انا معك. تسلم يا خير ريمون. ابونا مريس. ايه ايه معك ابونا مريس كيفك? ايه انا. عباس معك عباس معك. الله يقويك يا ريمون وان شاء الله مبارك انت وعيلتك بهالعيد هيدا الرب يقويك وشفاعة مرمرون معك. خلينا عطول نسمع صوتك. اذا اخوتي مرمرون كان صلب كان سخرة وبتمنى وبصلي لكل مورنة يكونوا هيك بوجه الريح اللي عبتعصف الرياح الشيطانية. سمعتوا بالترتيلة. جبة مرمرون شو كانت تعمل? كانت قلت لكم كان يخاف الشيطان منه بس يلمح التوب. كان يخاف الشيطان بس يلمح التوب. توب مرمرون. هيدا مرمرون. يا ريت اليوم كل المسيحيين مش بس لمورني بيتمثلوا بهالانسان هيدا. وعلى فكرة يعني مشان ما تمروا الحلقة هيك مرور الكرام. بدي اقلكن انه مرمرون يا اخوتي هو سرياني. مرمرون كاهن سرياني. فمشان بس توضيح لانه البعض بيكون عارف البعض التاني مش عارف. الشعب المرونة اللي موجوده بالبناء واللي موجوده بسوريا واللي موجود كل انحاء العالم هو شعب سرياني. متن ما انا جيت قلت لكم انه ما اجا مرمرون وجايب شعب معه. لأ الشعب اللي كان بالارض هو من تبشر وهو من من اصبح تابع لمرمرون كتبعية لرجل كبير جدا. واسمه الرجل الكبير هيدا الانسان الصامد الرمح رمح المسيحيين مرمرون. صخرة. صخرة الموارنة. صخرة الشرق هو للموارنة كان كان. شوفوا هل �ل هل الصورة هيدا هي دي هي دي الجب اللي لبسه مرمرون. كان يسترجي شيطان يقطع. كان يسترجي مرض يقطع. بقس كان يسترجي يطلع. فرح. فرح موجود. بس حدا يروح يشوفه. فرح موجود. هيدا مرمرون. هيدا ربنا يسوع المسيح. والتلميز ربنا يسوع المسيح. بلبنان اجا مريوحنا مارون وبشر بمار مارون ونقلن كمان المسيحية لجبل لبنان كله جبل لبنان كله اللي كان قاعدين في الوسانيين تحول من الوسانية الى المسيحية الشعب بلبنان تم تبشيرهم على يد الموارنة وتحول الشعب من الوسانية الى المسيحية الطاعة العفة الفقر هيك المرمرون هيك انه الموارنة اللي يغدوا الرهبان واللي نيمون عندهم واللي يعلمون هيك انه الرهبان مش هلأ نستحق نطلع عدير ونفوت عدير ويدلي انا شو بدي اعمل ويستحق انه اذا هو بده يروح على دير لش بدي اعمل انا راهب اليوم كان في جيش من الرهبان كان في جيش من الراهبات وينكن انتو اليوم وين الدعوة اللي انتو عبطموها بقلبكن وين الدعوة اللي بطلتوا عب تسمعوا اللي ديناكن تسمعوا فيها انا بدي احكي يا اخوتي البعض بيقول طيب وين عجيب مرمرون هالقيام يعني ما عبشوف انا عجيب ما عبشوف شفاءات على يد مرمرون وين هالناس اللي عبتحكي عن مرمرون ايه يا رات اللي عبيحكوا واللي صاروا عبيتفلسفوا على الاديسين الاديس هو اللي حامل رسالة لمسيح ما منحكي على الاديس الاو راسنا بالارض واذا بدي يكون راسنا مرفوع بدنا نكون اهل تحتى يكون راسنا مرفوع مننا نطلب التوبة نرفع راسنا ما حدا يتجرق على القديسين وخاصة مرمرون مرمرون اللي بدي يسأل عن عجيبه يا اخوتي ومرمرون اللي بدي يجرب انه يحكي عنه بس بطريقة غلط او على الاديسين وعب يسأل عن عجيبه لمرمرون انا بقلكم اذا بتكون تشوفوا يا اخوتي على عجيب مرمرون شوفوا الحردينة شوفوا شربل وشوفوا رفقة اذا بتكون اكتر من هيك عجيب تفتكر انتم بكون فيكم شي غلط اديسة رفقة والاديس مر شربل والاديس الحردينة ما بدنا نكمل بعد التوبويين وكل هالامور هايدي وحتى الاديسين قبل بس هول اللي احنا عم نشوفهم باللبنان هول ثلاث اديسين طيب هول شو اسمهم هول شو اسمهم لما كانوا بالرهبة رهبة شو كان اسمه شو هن طايفة تبعيتهم لما عب تحكوا عن مرمرون شو عمل عبقلكم ما بدي كل التاريخ القداسي تبعيته عب تحكوا عن اعجوبة عم نطوب اديسين يعني ما تعتلوا هم اخوتي الاديسين بعدهم معكم الاديسين بيشفعوا فيكم قدام الله يعني انا بستغرب من اللي بيقول عم نحكي عن الاديسين ايه طبعا ربنا يسوع المسيح منعرف ومكتوب ما في شفيع لقلنا بالسماء والارض الا ربنا يسوع المسيح محسومة يا اخوتي هلأ بتطلع من بيتك بتقول لأمك صليلي بتقول لأمرتك صليلي لأولادك ادعولي لك يا جماعة عب تتفلسفوا عشي فاضي ما اللي عبيقول لأمه صليلي عبيطلب كما بيقدري طلب من العدرة تصليله مش امه لما تطلب من الاديس يصليلك شو المشكلة ما هيدي السخفات اللي عبي تحطوها برأسكن انتو شفاعة القديسين مش انا اللي عبيقول عنها الكنيسة اللي عب تحكي عنها الانجيل عبيحكي عنها شو مرة بنحكم نشوف في اديس لوقة كيف قال اتخذوا لكم اصدقاء من القديسين خدوا اصدقاء القديسين لقلكم يكون صديقك حكي معه مش مزبوط انه يباعدوكم عن حياة الاداس والادسين هال قدوة لقلكم مرمرون قدوة لقلنا الرهبان تبعوه وشوفوا شو صار من مرمرون تبعو الرهبان مش عالفاضة تبعو الرهبان من وراء مرمرون وصلاة مرمرون ورهبنة مرمرون صار في شي اسمه جبل لبنان صار في شي اسمه لبنان جبل لبنان يا اخوتي لما اجل المورن عليه كان كله وسنة كله وسنة وتماثيل هلأ كله شو هلأ كله شربل والحرديني ورفقة وقالله موجود صلبان الرب صليب الرب موجود على كل الجبال السبع صلبان اللي بركت لبنان واللي حميته واللي لو لو وجود الصليب لحد هلأ كانت تدمرت سوريا والعراق وغيرها عبتخافوا من داعش اللي بصرميته المرمرون بيمسحهم شو هالحكي هيدا صلوا الجب تبعيته بيخافوا مننا عب يخافوا مننا ما تفكروا ابدا الادسين ما عب يشتغلوا بعد عب يشتغلوا موجودين ومار مارون بعضه موجود وبدي اختم انا بقول انه يحنى مارون البترك الاول لما اجا وعمل الداير الاول ريش مارون اللي هو مار مارون رأس مارون بالبترون وكان اول دير بيتشايد كان منطقة البترون ده الموارنة ربي برككم جميعا سريان وموارنة وكاتوليك وروم كلكم عب تصلوا وكلنا نطلب شفاعة الادسين ربنا يسوع المسيح يحمل جميع الى اللقاء بحلقة جديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة